بالتأكيد لازم اروح للمنتقى مصر ورأيك في المبراتين الماضياتين طبعا على مستوى النتيجة فالحمد لله احنا وصلنا اللي احنا عايزينه على مستوى الاداء تسأل انا ولا انت اللي تسأل انا هاخد من كلامك عشان يعني النتيجة اكيد انت رجعنا نبرة الصوت يعني ايه بتخليني امشي في الخط اللي انا هتكلم فيه عشان ما يعني ما الاقش يعني اتفضلك طب الاقش عصلا الفكرة اني انا بقولهم ده اللي بقلب كمت العلاق كمت العلاق ما بيقلقش تفضلك برصة كريم احنا طبعا دلوقتي الفترة اللي هي من ساعة ما فيتوريا دخل وتولى المسئولية طبعا لازم الناس كلها تعرف احنا غيرنا الجهاز الفني انه وجليجي فيتوريا عشان خاطر كانت التائج والاداء كان وحش فتم تغيير الجهاز احنا طبعا كان بعد امم افريقيا اللي فاتت لكن الناس من جواها مش اجامعة بيجا منتخبنا بيجا منتخبنا انا بتكلم بحاجات بلغة الناس وحاجات برؤية انا فالناس الفترة اللي فاتت المطشاط اللي تلعبت كلها حقيقة يعني مباراة بلجي كالف الاول ومباراة الجزائر وتونس اللي خسرناها للأسفل تمام المباراة الوحيدة اللي خسرها فيتوريا كانت مباراة تونس تمام مش عايز اكسب مش عايز اتكلم في مكسب اخصاره عشان خاطر انا بتكلم لاتع الاداء مكسب اه اكسبنا وكل حاجة لكن انت بامانة انت بديت للامل للناس في مباراة الجزائر فالناس كانت بدأت تقلق تقلق جامد بس مباراة الجزائر شفنا اداء عظيم وبعد بالرغم من ناقص العدد دي والرغم اللي انت مثلا جبتوا جون وكنت منتساعدوا بلغت دي على اخيرة وتعدلوا وحاجات دي كلها كل حاجات دي هو ده جمهور الكرة اللي عايز لانت يجي في الجون وتجيب جون يطرد منك واحد ويجيب جون وفرقة تانا تتعدل معاك هو الجمهور عايز كده جماعة عشان احنا بدأنا نغرز ولازم نطلع من الحتة دي اللي عندنا تلات نقاط اهم من الاداء بدأت تنتشر بطريقة غير طبيعية الفطر الفتر سنين على فكرة بش الفطر الفتر كل واحد يطلع لك تلات نقاط بدأت المداربين يتكلموا بهذه اللاجة سواء دوري سواء سواء لا مهمة نقاط تلات نقاط ايوة بدأ المصطلح ده يعني ايه ينتشر وقاش وقاش كويس بصحت الكرة المصرية انا تلات نقاط دول احتاجهم في توقيت معاين لما بقى انا انا فرقتي في ضرب صح ومغتنع تماما لانا كنادي وكماهيري فرقتي بالوقت ده مش بتاحها واكسب ده اقول بقى اقول دلوقتي فعلا اتلا بتقولك ان عمالها على بطال لا تمام مطش جزائر اداك الامل مشوار التصفيات بامانة يعني كانت سهل اه يعني سهل جدا مباراة الجزائر اعادت لك الامل تاني برضو مجموعتك في كاس العالم عشان نحطينا كلمة كاس العالم فلادب ان تبقى حذر جدا لكن لو المجموعة دي افريقيا يقولها جاء المجموعة سهل لكن عشان كاس العالم وحرصة صح ايوا لا وعشان احنا للأسف يا كابتن عامل وانت تفاكر الكلام ده كويس احنا يا مل الاوكوسات جات لنا من منتخبات صغيرة ايوا من منتخبات كبيرة كنا ما شاء الله بنقصر الدنيا نيجي بقى في منتخب صغيرة رح مخصرنا نغط انا دايما بقول الا احترام المنافس مهم جدا في مشوار كاس العالم صح لانا كانت تاخد فرقة واحدة كاس الامم افريقيا كانت المجموعة على الدنيا بتاخده اول وثاني سهل الدنيا سهل تمام فاحنا ابتدينا بجيبوتي وابتدينا بسيراليون سيراليون جيبوتي ما تقدرش تقول المخياس خالص سيراليون اخد ثلاث نقاط لكن ادأل اخطاء دفاعية موجودة صحية ضعط الاداف المنافس موجودة تمام لكن النقطة الكبيرة بقى اللي انت توصل لامم افريقيا هنا ده المخياس الحقيقي انا من نوع اللي انا ما بش 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 لدي الامفاعلات ولا هو حش اول اول حلو اول اه وكسبنا ونتائج فيتوريا ومش عارف ايه وبتاع وكلام ده كله تمام ومش عايز ادي حتة تشاؤمية ولا ولا تقلل من اللي حصل ولا تقلل من اللي حصل ان فيه اذا ما انت حضرتك تفضلت تقولت ايه فيه فرق تروح ولتشاك وقت بخرجك تقعد تبكي بالزبط فانت النهاردة لا احترمت من نفسه وكسبت صحية تمام لكن المخياس الحقيقي هو مخياسك وادائك فيه امم افريقيا في يناير تمام تمام بلس حاجة تانية بقى اه ايه اللي انت هتعمله بعد امم افريقيا بعد تجاوز اكبر من 12 13 14 لعيف من انتخب مصر السن اللي هيكونوا عدوا لغاية لما كاس العالم هيتلعب في 26 عندك 14 لعيف عدوا لل 33 سنة امم فانت محتاج تبدأ تنزل بالمعدل ده في فترة ضيقة في عدوا عندك هتصل ل 38 سنة امم طب انت هتعمل لبعت ام افريقيا المجموعة اللي موجودة معاك دي خضرة اللي هي تعمل نتيجة ايجابية في كاس العالم بس لو بلغة الكرة كده لو غلينا زي برات الجزائر اه برات الجزائر تمام غلينا وحسينا وعايزين احنا لما بنعوز ايوه لما بنعوز لعب الكرة لمصر بلما بنعوز بيعمل بلما بنعوز